قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن الولايات المتحدة تعتقد أن من مسؤوليات روسيا كبح استخدام الأسلحة الكيموية في سوريا واضف خلال زيارتهم إلى بولندا أن الأسلحة الكيموية تستخدم في ضرب السكان المدنيين والأطفال المتابعة من الواضح أن الأسلحة الكيموية موجودة في سوريا وتستخدم ضد السكان المدنيين والأطفال وأعتقد أن الرئيس ترامب كان واضحا جدا بالمرة الأخيرة التي رأى فيها أن هذا يحدث في سوريا لذلك نحن نحمل روسيا مسؤولية معالجة هذا الأمر باعتبارها حليف للأسد وهم أعضاء في تلك الاتفاقيات وتعاهدوا بالتزامهم ويجب عليهم الوفاء بتلك الالتزامات